شاركت بلادنا في الاحتفال الذي نظمته جامعة الدول العربية في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام وقال القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى في الحفل بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي ومنسق الأمم المتحدة المقيم لدى جمهورية مصر العربية إلينا بانوفا وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة أن الاحتفال يعد وقفة لتجديد الالتزام تجاه قضية ضلت لعقود ولزالت عنوانا للحق المغتصب والعدلة المؤجلة وأجدد موقف الجمهورية اليمنية الثابت تجاه القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للأمة وحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وإقامت دولته المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذا وعبر القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية عن أعمق معاني التضامن مع قضية أمتنا المركزية القضية الفلسطينية ومع شعب فلسطين السخي بالتضحيات محياً صموده أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضده على مرأة ومسمع المجتمع الدولي